أكد الناطق باسم أنصار الله ورئيس وفده في مشاورات الكويت محمد عبد السلام التزام الوفد الوطني بما التزم به في جولة المشاورات الأولى مع المبعوث الدولي وبالموعد المحدد لعقد الجولة القادمة في الكويت دون شروط مسبقة وبما توافقنا عليه فيما يخص استمرار الالتزام بوقف الأعمال العسكرية ونقل لجنة التهدية والتنسيق إلى مكان قريب من مسرح العمليات وبما يضمن وقف الأعمال القتالية برا وبحرا وجوا والعودة إلى مواصلة المشاورات في الكويت في تاريخها المحدد للوصول إلى حلول شاملة وفقا للمرجعيات المتفق عليها بما فيها القرارات الدولية ذات الصلب بالشأن اليمني بما لا ينتهك السيادة الوطنية مع تحفظنا على بند العقوبات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلمي والشراكة وكذلك العمل على إزالة القيود الاقتصادية الجائرة الناطق الرسمي لأنصار الله أكد في منشور له على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن من يتهرب من الحلول السلمية والسياسية هم المرتزقة وقال لقد اتضح جليا إن الذي يتهرب من الحلول السلمية والسياسية إنما هم المرتزقة الذين باتوا يدركون أن الحوار والحلول السياسية ستكشفوا للرأي العام المحلي والدولي فضاعت مرتكبه من جرائم بشعة بحق الشعب اليمني دون أي مبرر وأن الحلول السياسية ستفضي إلى التوافق التام على سلطة تنفيذية وفقا للمرحلة الحاكمة وهو ما يعتبر هؤلاء مشكلة مع مشاريعهم الضيقة التي أوصلت البلد إلى ما هو عليها اليوم وأشار إلى أنهم يصعون إلى الاستبداد وقد قاموا بعرقلة مهام المرحلة الانتقالية حتى يتسنى لهم مشروع التفتيت والتمزيق والاستبداد الطويل وأضافا وعبروا عن رفضنا واستنكارنا الشديد لما تقوم به قوى العدوان وعملائها من المرتزقة من استمرار في القصف الجوي والتحشيد والزحوفات العسكرية في مختلف الجبهات واستمرار الحصار الظالم وممارسة المزيد من القيود الاقتصادية في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه خلال جولة الكويت الأولى محمد عبد السلام أكد أن الشعب اليمني والجيش والأمن واللجان الشعبية له الحق الكامل في الرد على هذا العدوان بمختلف الوسائل المشروعة